بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع يتعلق بعض القيام بعض الأخلاق بعض المبادئ الإسلام والأمر هو أن يكون مسألة الأخلاق التربية تسكية النفس ذي غانغ الشين معشر المسلمين هي زي الغايات في القرانين زي ديوسا يعني زي سنت القرآن ذي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ذي القرآن الكريم واضح الله تعالى يقرن سكوند النبي صلى الله عليه وسلم بثلثان تمسريين باش ذومي استحفظ ذومي استشن القرآن كتاب ثم أذوم يستشن ذومي علم الحكمة السنة النبي ثم يشتمس رشت النغني أساسية وهي باشكنيو ياربا باشكنيو يعذر ذي السلوكنيوم ذي الأخلاق قال الله تعالى يشير المعنى يا وانتي مثلا في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم في مواضع أخرى ذي القرآن الكريم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فباين واضح أن القرآن الكريم قال نوبي أن الغاية زي الأهدف يزيد يسن النبي صلى الله عليه وسلم يسد باش أكنيو يزكا باش أكنيو يطحار باش أكنيو يعربا باش إذا هو ميش سلمذ الأخلاق ذي القيام الحسنة الإسلام ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعبا خصد جيجن حديث جيجن حديث مشهور من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إقاذ يس إنما بوعثت لأتمم مكارم الأخلاق قميم مد غاوموسيق مين تعنات بلاتي نغاوم وهو باش أكنيو عذرغم باش أكنيو عذرغ السلو كنوما عذرغ الأخلاق نو زي الأمهات الأخلاق إمقرانا للقرآن الكريم لعله انتفز مزوارو الأخلاقين انتف خلق التواضع خلق التواضع إثما الله عز وجل وفي ذي كاشا السلو كاليما يصل لفظة وانيت التواضع ولكن إذ كارثي سنبعان معاني النغني مثلا زي الصفات زي يصف الله تعالى عباد الرحمن أنهم يقوان ختموات شوي شويت يعني ذي تشرين سن دي السلو كنسن تيرين متواضعين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ثم بنفس المعنى الله عز وجل يذكار زي أمهات الأخلاق زي صورة لقمان لقمان يسر ماذا سميز الأخلاق الحسنة فيخاطبه السوالكيسي قراز ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فيتبيال نغد عثما أن الله عز وجل يذكار الخلق من التواضع ولكن ما شئس الكلمة صلى اللفظة وإن تنتواضع وإنما صلى معاني النغني مثلا في مكان آخر من القرآن الكريم مثلا في سورة الإسراء الله عز وجل يذكار التواضع يسمى بخفض الجناح ما معنى خفض الجناح قل ربي الحمهما كما ربياني صغيرة ثم في سورة الشعراء الله عز وجل يتخطب سيدنا صلى الله عليه وسلم يسمى بخفض الجناح يسمى بخفض الجناح ويسمى بخفض الجناح لمن اتبعك من المؤمنين فإذا يتبين من خلال يسمى بخفض الجناح من خلال ألا ويسمى بخفض الجناح وهو أتبعك من المؤمنين ويسمى بخفض الجناح بخفض الجناح ويسمى بخفض الجناح فيه بنفسه ان اذيري يعني في قرارة نفسه يخفي النس ويتعتقد بو ان انت حسن ثم ويتعتقد بو بان انت غاصر في ضرخ يوذان وخي قديسن الخار وخي عونيثن يخص ويتزكي ويخفي النس ويقاربو بان انت قد حسن زقوذان ثم غاصر خي عونيثن ثم الامر المستوى الثاني للتواضع وهو ان يترجم سلوكا دي العلاقات في علاقتنا بالناس معامل معامل عونيثن فاوله بناظم ويتكبارشا خي وذان وذي ستربو التكبور خي وذان في علاقته بالناس قاربون يوذان نغيوجنت ويتكبارشا خي وذان ثم المسألو السنين زي الترجماء من طواضع دي الحياة الانسان وهو غاصر الاستعداد لخدمة الناس لخدمة عباد الله تعالى من اي موقع كان مش ما يتجى الحر النس مش ما يتجى الخدمة النس غاصر الاستعداد باش بانا اذي قدم الخدمات اذي خدم اوذان ثم مسألة اساسية اخرى زي التواضع ايثما وهو ان انسان غاصر الاستعداد باش اذي قبر الحق ثم اذي صحة مريخ ذا اذي اعترف صلخطاء قدوتنا اذي ما اسوتنا في هذا ذي الخلق ونتي عن التواضع كان سيد الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ويابح المكنا غذيجا المكنا يذيجا لثتوينيوذان غايوذان احتزجوذان ايتو وهتعادان الا بتواضعه عليه افضل الصلاة والسلام فلذلك يشير الى هذا المعنى الله تعالى دي سورة االي عمران قال نغد قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يخطيبه فبما نعمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فالنبي صلى الله عليه وسلم تغثك الصحابة تغث ليين تغثي البيت النسك ثم غارين النسك اخدى من النسك اك الصحابة كان لينا هينا صلى الله عليه وسلم ثم في اماكن اخرى من الحديث من سيرته والزيس انماذ زيس مع الادبين المبادئين القيمثين المثلين العليا للاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مثلا ابن حبان انما انا عبد اكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم منه غاية غاية من التواضع وخاذ النبي وخامه اختار وخال الله عز وجل اعطاه الكوثر زيكوش في الدنيا والاخرة ولكن قال صلى الله عليه وسلم قال نش ذيسم نش ذل عبد نارب العالمين وها التتر ما مش تتمكنيو ثم ما تغيمر ما مش تتغيما مكنيو بل جيج الموقف النغني فيما روى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم وميخس يذف اجموارياز في يبداغي تعجيجي النس النبي صلى الله عليه وسلم هوين عليك انما انا ابن امرأة من قريش كانت تاكل القديدة بمكة ينس هون خيخفننش حول خيخفننش قال نش ذل عبد من عباد الله تعالى نش ذن بيس نجيجن طمغاث يعني من عامة من عامة الناس فلذلك اسوتنا غيثماء النبي صلى الله عليه وسلم في خلق التواضع بقدر ما يأمرنا الله تعالى ان نتصف بالتواضع كبرنس ينهاي نب يتحذر نب باش وانتريبو زي المتكبرين والعياذ بالله الله عز وجل ينهى عن الكبري وعن التكبري اتختم ان شاء الله تعالى سيجن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر الكبرو حديث طويل عن ابن مسعود في مروا يعني البخاري وغيره يقاذيس النبي صلى الله عليه وسلم الكبرو بطر الحق وغمط الناس الكبر وهو اسمي هذا تعجيب والحق وتعطيس الحق ثم اسمي السعقاريذ ايوذان حقاذ ايوذان فذلك هو الكبر فانسأل الله عز وجل ايثما ان يجعلنا وإياكم ان شاء الله تعالى من المتواضعين من المتخلقين بخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القولة فيتبعون احسنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين